السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا سمعنا عن ترخيص قانون اليوتيوب وجرائم الانترنت في مصر طبعا الموضوع ده همني جدا وحبيت اتكلم عليه النهر ده ليه عقوبات جرائم الانترنت في مصر اللي هي طبعا القانون من يوم او من يومين وده طبعا ناس كتير اتهزت منه وانا في الحالتين مبسوط ومش مبسوط للموضوع ده لا اولا لان الناس كتير جدا دخلت في هذا المجال واتكلمت في هذا المجال وبقت نفسها استاذة وفتحت مش عارف مواقع والناس كمان فتحت مواقع نصب تمام ومن الجانب الاخر ناس كمان ادعت اللي احنا بنعمل حساب شركتنا او تسجيل شركتنا مش قانوني وهذا الكلام ولكن اهو جاء اليوم اللي احنا نقول احنا الحمد لله لحنا نسجلنا شركتنا وايه كلمنا وايه الكلام ده احنا حيين طيب عقوب قانون جرائم الانترنت بيكلم عن ايه يا شباب هو ايه جرائم الانترنت جرائم الانترنت هو تطبيق او قانون مثلا الناس بتطلع مثلا في الانترنت بتتكلم عن السياسة بتتكلم عن اخبار معينة والاخبار دي ما بتكونش مهمة او بتكون يعني مش حقيقية فلذلك يعني ده كان سبب سبب القانون ان ناس بتتكلم في السياسة ناس بتتكلم في الاقتصاد ناس بتطلع اخبار مش كويسة ناس بتطلع اخبار مش حقيقية وفي الاخر كل ده يعني ممكن يسبب مشاكل للدولة وكمان يسبب حاجة اسمها بروباجاندا او يعني حروب شعبية وهكذا تمام فعشان نعرف احكام القانون هو احكام القانون موجود الجهاز هو الجهاز القومي للاتصالات طبعا وفيه البيانات الشخصية والبيانات الحكمية والمعالجات الالكترونية وهي عبارة عن تسجيل او حفظ او تغزين او دمج او عرض او رسال او استقبال او واي فاي وكل الكلام ده اللي مكتوب عن الانترنت تعمدها تمام طيب في ايه هو مدير الموقع مدير الموقع هو شخص مسؤول عن الانترنت او عن موقع او عن منظمة او عن قناة يوتيوب او عن موقع تسويقي او عن موقع ربحي او عن منتدى او عن مدجر مثلا تمام فكل شخص او مثلا صفحة في الفيسبوك بيبيع منتج معين كل دو عبارة عن مدير الموقع تمام انا ذات نفسي مدير الموقع وبتعامل على اني مدير الموقع تمام فلذلك انت ممكن او اي شخص معرض طبعا لهذا المشاكل طبعا لانه ما بيحترمش القانون تمام هو عمتا كبداية القانون مش هيجي يقولك مثلا هذا الشخص مثلا بيتكلم في السياسة هيتشد على طول وهيدفع غرامة وهيبيع كل فلوسه او هيبيع كل بيته وكل حال ولكن فيه اشخاص كتير بتطلع في الانترنت بتتكلم هباء وبتغلط في اشخاص معينين وده بس من تليفون صغير ممكن الشخص يقول اه هذا الشخص بيتكلم علي بطريقة مش كويسة طبعا الشخص ده هيتجاب هيتجاب وساعة ما يتجاب ساعتها مش هيتلع تانع على اليوتيوب ومش هيتكلم تاني فلذلك الناس اللي بتتكلم هباء في اليوتيوب المفروض تهدى وتحاول تعرف ان الله حق وتتكلم كويس عشان تكمل طريقها ومشورها في الحياة لان طبعا انتوا عارفين قانون 10 للاتصالات لعام 2003 وهو الاحكام الوريدة طبعا اللي هو بيتكلم على حفظ وتخزين وسجل النظام المعلوماتي او اي وصيلة تقنية المعلومات لمدة 180 يوم فلازم نعرف القانون ده طبعا ونهتم بيه جدا لان كل حاجة مسجلة ومعروفة تمام فممكن انت تقول كلمة كده مثلا او كلمة كده الكلمة دي مش مزبوطة في وجهة نظر شخص معين وبالتالي ده طبعا حاجة مش كويسة مش كويسة ان انت مثلا تسمع كلمة من شخص معين ممكن تكلم مباحثة صلاة والسلام عليكم الراجل ده بيتكلم بيقول كلمة كذا 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 او غلط في حق اي او غلط في حق شخص معين او غلط في حق كذا وبالتالي تاني يوم هوب بينتهي اسم الشخص تمام فعشان تفتح شركة طبعا ويه الكلام ده كله اتكلفك فلوس كتير جدا ويه ما ينفعش تفتحها في البيت لان معظم الناس عندهم مثلا شركات في المنزل او بيشتغلوا في اليوتيوب من خلال المنزل طيب هنقف في النقطة دي شوية وهنقول نطاق تطبيق القانون من حيثه المكان تمام في عدم الاخلال باحكام الباب الاول والكتاب الاول في قانون العقوبات تسري احكام هذا القانون على ارتكاب خارج جمهورية ارتكاب خارج جمهورية مسعبية من غير المصريين جريم يعني المصريين اوكي تمام فهنا في اوروبا كل شخص ممكن يقول حريته ويتكلم زي ما هو عايز وفي الاخر لازم يكون مسجل قانونيا لانه ما ينفعش يشتغل كده هباء وبس تمام انما في مصر الموضوع مختلف تمام فالقانون بيقولك معاقبة دولة اذا وقع تحت اي وصف قانوني من ذلك اذا تبقى جريمة على متن اي وسيلة موسائل النقل الجوي او البري او المائي مثلا في وكانت مسجلة في جمهورية مصر العربية تمام اذا مجنى عليه او احدهم مصري مصري ودي نقطة مهمة جدا تمام اذا المجنى عليه كان مصري تمام مش من اصل مصري يعني هو داخل بجنسية مصرية يعني هو معاه جنسية مصرية وكان اذا تم الاعتاده كريمة التخطيط والتوجيب والاشراف على هذا المجال وهكذا 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 فبحق القانون المصري اللي هو يحكمه تمام انما جرائم يعني الجرائم التقنية وهكذا دي جرائم طبعا كبيرة جرائم كبيرة وكمان دلوقتي بقت خلاص فهتقابل مشاكل كتير طبعا ولذلك للأسف يعني هيحصل مشاكل كبيرة جدا مشاكل كبيرة من الناس اللي عندهم اليوتيوب مشاكل كتير الناس اللي بتشتخدم جوجل ادسون وارباح جوجل ادسون وطبعا هي العقوبة 6 اشهر وغرامة 30 الف جنيه وتقريبا ولد دجوز عن 50 الف جنيه وهما عقوبات يعني وهكذا تمام يعني العقوبات موجودة كتير وموجود عقوبات شرعية وعقوبات غير شرعية ولكن الموضوع مش مش كويس جدا 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 لأصحاب القنوات وبالأخص أصحاب المواقع اللي هما عندهم مواقع دلوقتي وبدأوا يشتغلوا في المواقع طيب دلوقتي الناس اللي عندها أصحاب المواقع وهتيجي تقول لك دلوقتي أنا هروح أعمل مثلا مدونة وراح أسجلها في انجلترا عشان إحنا سمعنا في اليوتيوب إن فيه شخص يقول لك أي حد يقدر يعمل شهادة في انجلترا لا أي حد يعمل فوتوشوب على إنه عمل شركة في انجلترا كلمة مختلفة إنما عمل شهادة في انجلترا معناها لأنت بتقدم ورق وبتستلم ورق وبتسجل اللي انت في أوروبا إنما انت في دولة مصرية أو دولة عربية القانون أو انجلترا مش هتسمح بيك خالص لأن انت معاك جنسية مصرية معاك جنسية عربية وبالتالي انت مش هتتقبل أو لو انت تقبلت غير معترف بيك تمام هتديك مثال يعني مثال حي عشان تفهمني أكتر وأكتر وأكتر لو انت روحت النهاردة تشتري تسكرة لأمريكا وسعر التسكرة ألف دولار روحت لمكتب سياحي وقلت له عايزة تشتري تسكرة النهاردة المكتب السياحي بيقولك إيه؟ أوكي سعر التسكرة ألف دولار بتديله ألف دولار وبعد ذلك بتعملك تسكرة السؤال هنا هل انت تقدر سفر تأمريكا؟ لا يبقى هو دي النقطة إنما انت تشتري تسكرة لو انت روحت أقدمت على شركة هتفتح شركة ولكن مش معترب بيها زيها زي الفيزا تمام فلذلك يا جماعة أنا أعرف دلوقتي القانون اللي هو يعني بيحدث أو اللازم يتبعه مدير الموقع تمام حبس لمدة سنتين أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه بالعقوبات هكذا اللي هو استخدام موقع أو حساب شخصي معلومي أو قناة يوتيوب أو صفحة على الفيسبوك أو موقع تمام أو حبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ومبلغ 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه مصري تمام من كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد ألكتروني أو نظام معلومي من هذه المشكلة تمام يعاقب لمدة سنة بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز عن 200 ألف جنيه والعقوبات طبعا معروفة تمام أو 6 شهور ب10 ألف إلى 100 ألف جنيه تمام فالإنسان انتهى تمام للأسف للأسف يا شباب للأسف إن في ناس كتير بتاكل عيش من اليوتيوب وما بتلاقيش يعني مصدر ريزي تاني ولكن للأسف برضو دخل اليوتيوب أطفال وناس ما بتفهمش في أي المجال وناس بتتكلم وبس وناس هكذا لذلك لازم نعرف إن القانون ده كويس ووحش في نفس الوقت تمام عشان لازم الموضوع يبقى ممسوك طيب إنت عايز تشتغل صح روح يعمل شركة وقدم ودفع مبلغ ودفع كل سنة وإيه الكلام ده طيب إيه اللي هيحصل لو أنت يعني تلعبت بهذا الموضوع ويعني تلعبت بيهم هتدفع خمسين ألف جني مصري أو ألفين وترونية دولار مثلا وعلى الموقع طبعا لو أنت سددت الرسوم والكلام ده بدون أي مشاكل خالص في بنك الكاهرة أو البنك الأهلي والأوراق المطلوبة طبعا منك صورة بطاقة وصحفة الحالة الجنائية وبطاقة درابية بقى أنت لازم تعمل بطاقة درابية والكلام ده كله وسجل التجاري برأس مال لا يقل عن مئة ألف جنيه حوالي خمسمية وخمسين دولار أمريكي تمام وكلام ده طبعا نازم خمسين ألف جنيه تمام بعد كده تستغل من الأوراق وتبدأ تعمل كل الكلام ده ولكن أنت في حالة لو أنت ما عملتش الكلام ده وإيه جات الحكومة وإيه شدت الحاجة التي تعمل إيه؟ بتأخذ الأجهزة بتاعتك بتكسرها طبعا وكل الكلام ده وإنت كده انتهيت طبعا من كل الكلام ده تبقى حلك إيه؟ حلك في إيديك؟ لا تبطل اليوتيوب مثلا أو تبطل الموقع بتاعك وتقفله لا تشوف لك أي طريقة تانية مثلا أنا معرفش أنا أسف جدا في الحالة دي طبعا أنا عارف أن في ناس هتقابل مشاكل كتير أنا عارف أن في ناس هتأكل عيشها هيقف من هذا الموضوع للأسف جدا أنا طلعت أقول وجهة نظري طبعا هي حاجة غلط ولكن صح تمام الحكومة أو بلدي مصر هي الأصل طبعا وإحنا طبعا ما نقدرش نقول حاجة ده ده بس أنا يعني معايا جنسية إيطالية أعيش في إيطاليا ولذلك بنزل مصر حتى ما بنزل بنزل بالجنسية بتاعتي ما بنزلتش بالأوراق بتاعتي لذلك أنا ومسجل شركتي وقناتي وموقعي كله وإن شاء الله بسجلها كمان في الاتحاد الأوروبي عشان أكون حاجة صح فإن أنا هقدر أقدم له عون هقدم له طبعا بكل حب طبعا بدون أي مشاكل خالص لأن أنا هقدر أساعده وهساعده ولكن للأسف برضو كده هتكون برضو يعني مربط كويس للأشخاص اللي هما بيكلموا كتير وليس لديهم أي خبرة وغلطه في أشخاص مثلا في ميس فيها ناس كتير غلطت فيها ساعتها أنا النهاردة قادر أقول أوكي إنت غلطت فيها في اليوتيوب يبقى أنا هقدر أخد حق دلوقتي بكلمة ونوصة طبعا الأزى وحش طبعا وما فيش حد عايز يئز حد ولكن كل واحد لازم يهدى برضو ولو عنده كناة ما لهاش أي لازمة فيلها وخلاص لو أنت شايف اللي هي بتربحك وبتكسبك يبقى أنت افتح شركتك واتكلم يعني وبدأ اشتغل صح وبقوة لو أنت لديك المقدرة إنما في ناس كتير بتطلع عشان تعمل فيديوهات عشان تربح مثلا بعد المبالغ المالية للأسف بدون كول الحق مش بدون مثلا يعني أنت لازم تقول الحق يعني أنا هطلعت في فيديو قبل ده وقت وقلت لكم أن الفيديو ده فيديو إعلاني أنا هشرحه بس غير طلع وقال لك 50 دولار هتربح منه 10 دولار 20 دولار الكلام ده كله لا أنت مفهد تكون صريح وإطراع ربنا فهي دي النقطة المهمة اللي طبعا سبب كويس وسبب وحش فاعتمنا من ربنا أن القانون ده ما يتطبقش طبعا ولكن طبعا مصر أول ما بترمي الزلطة أو الطوبة القانون بيتطبق على طول لذلك أقول لكم إيه بس أقول لكم ربنا يستر على الجميع وإن شاء الله تتحل المشكلة في أسرع وقت تمام أشكركم وهنتظر تعليقكم تحت طبعا يعني لأنه مهم جدا أن التعليق منكم أفهم منكم وإن شاء الله نتكلم في الموضوع ده مرة تانية في فيديو تاني واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته